كانت بتسألنا عن موضوع العرفين والمس والسحر واللبس لان احنا كنا بنتكلم في سؤال من الاسئلة كان بيتكلم ان الست استاذة بسمة كانت بتقول ان اهل جزء عندهم مشكلة ومتهمين في سرق الدهب وجابت شيخ والشيخ قالوا او عمل اللي عملوا فنده بتسألنا يعني ما فيه مس وفيه لبس احنا عايزين هنا نفرق بين حاجات لما جيب شيخ او هو بيدعي ان هو شيخ ويقعد يقرأ بعض الحاجات مش عارفين وبيقرأ ايه بالزبط وبعدين بيعمل عملية بيقولوا عليها كده عندهم عملية الكشف ان هو يبدأ يكشف عن المكان ويقول لها ان الدهب ده عن دمك في بيت والدتك وبيت والدتك صفاته كذا وكذا 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 طب هو جاب الكلام ده منين وهو قاعد في مكانه وعمره ما راح عند والدتها ولا دخل بيت والدتها عرف ده منين ده من باب يعني ده مخاوي او له بعض الحاجات بقى هم بيعملوها وبيقعد يكشف وده عمرنا ما نسق فيه ابدا موضوع العرفين ده يعني سيدنا النبي قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما قال قال له حاجات كده قال له انت هتعيش كذا وهتعمل كذا وهتموت والموضوع ده انتشر جدا وبنشوفهم يعني بيقولوا فلان هيموت وفلان هيعيش وفلان هيفضل موجود ده كله مش موجود من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فمعنا محمد صلى الله عليه وسلم